أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر تحرص على لعب دور فعال في ملف التنوع البيولوجي وخلال لقائها وزيرة المناخ والبيئة السودية أنيكا تراندهال شددت ياسمين فؤاد حرص مصر على استكمال مهمتها بدفع العمل متعدد الأطراف للخروج بإطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 من جانبها أكدت ستراندهال الاعتماد على التعاون الممتد بين مصر والسويد في دفع ملف التنوع البيولوجي وحشد الزخم الدولي المطلوب له وأيضا تطلعها للخروج بإعلان طموح من مؤتمر المناخ يضم استجابات عاجلة ونتائج تدفع أجندة العمل المناخي خاصة في مجال التخفيف والخسائر والأضرار